هذا المجال تتوقع منه أي شيء أي شيء يتوقع منه هذا ما يبيع يتوقع بأنه سوف يوقف هذا يقوم بإمكانك النصيحة لا سيقول لكم شيء واحد لا يقول لكم شيء في اليوتيوب يبيعون لكم التوارات لا يتوقع مع المبتدئين وهم محترفين وكثير من التلاريك يتواصلون معهم لا يسهل عليهم يبيعون ويشارعون في هذا المجال يدري أن تبيعون جيدا ويتواصلون معهم النصيحة الأخوية التي سوف أعطيكم لا تعملون بسلعة واحدة لا تبيعون أصحابي غير بطاطة لا تبيعون غير بطاطة إذا كنت تقولوا تعجير خضر سوف تبيع بطاطة لا تبيعون طماطم والفلفل لا تقول لكم تبيعون كثير من السلعة وكثير من أنواع الخضر أربعة أو خمسة الأنواع بطاطة طماطم نحن نقول لها لا تبيعون بطاطة لا تبيعون بطاطة لا أعرف ما يجبون لماذا؟ لأنه مثلاً المورد بطاطة وقع له مشكلة لا يوجدك على الأقل سوف تبيعون خضر أخر أما إذا كنت تبيع بطاطة سوف تقطع بطاطة سوف تقنطوا في غاراج سوف ترى بعض فلذلك سوف تنوعوا على الأقل سوف تبيعون على الأقل على الأقل مينموم 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 ثلاثة أربعة لا تصبح عاود لا تحمق لا تصبح عاود تبقى تبيعون من ويلة السيرفر لا تبقى عاقل لا تضبط لا تبقى عارف أربعة ماكسيموم كنتم فارق كنتم فارق وضبطوا الأمور وقسموا وكل بلد سوف تبيع فيه واحد مننا أنت عارف بأنك يمشي مزيان وهنايا لا تكون لديك المشاكل ونهار اللي يوقع لقد قدر الله شي ضربة في حال هذه غولندا سوف يمشي لك واحد جوج سوف يوقفه سوف يبقى أن نسبة وقفة سوف تحلل معهم المشكلة ونسبة أخرى هذا خدام مهني منه سوف تفك المشاكل غير مع أربعين في المية أو تلاتين في المية ديال نسبة أخرى يجب أن تنوعوا ويجب أن تعرفوا كيف تنوعوا لا تستطيع أن تنوعوا مثلا أنت عندك تبيع بطاطا سوف تجيب لي البانان أو تجيب فاكهة أو تجيب المانغو أو تجيب البابايا أو تجيب البابايا أي شيء ما سوف تنمشي لك شيء مع نوعية الكليان يعني فهمش تجيب شيء ما سوف تعرف بأنها سوف تعمل في واحد البلد ويجب أن تستيع يبدو أن يرى كل شيء عنده العيوب لا يوجد شيء في هذا هذا المجال كيف سوف أقول هذا لكم هذا المجال تتوقعوا منه أي شيء أي شيء تتوقع منه هذا هو اللي يبيع تتوقع بأنه سوف يقف لك ذلك دير البلان بادي لا تقوم بشيء لا تقوم بشيء لا تبعين الفلوس قد 6 و 8 قد تبعوا لي أنا كان ندخل 20k 30k في الشهر وأنا عندي 4 أو 5 هذا المواقع وكان نستطيع 1000 دولار في الشهر من أجل جوجل أدس وكذا أو سايل ودير بأنه يقف لك ودير بأنه يغلقوا شيء ورهلهم بالمرصد وكذا أعرف ما كانوا في تورينت فريك وكذا أعرف هل أخبار ونحن نقسمها معاكم سبانيا كاريتة مرانا غرافيجين عملت لديه ومتطحن في السيرفير وغلقوا بزاف في السيرفير وتم القبض عليهم بزاف وفي السيرفير مصيبة بزاف بزاف حجزوا وحبسوا بزاف بزاف وغلقوا بأن بزاف السيرفير ها هو أنا سأعطيك هذا سأبيع لك هذا هو يقول ليس يقول لك عندي سيرفير الأحلام ويبيع لك سيرفير بطاطا يقول لك أنا عندي سيرفير الأحلام ويحسبك بالثامن وهذا سيرفير يقدر غير عشرة دولار خمسة دولار أوكي لا تضع الجميع البيض في سلة واحدة المثل الصيني هذا المثل الصيني ده بل كاريتة ديال ده بي معروفة فعلا لا نضع البيض كله في سلة واحدة ده مثل الصيني يعني انت مثلا سأضع السلة فيها 30 بيضة لا قدر الله عترتي طحتي تعرضوا لك شفارة وصرقوا لك ذلك البيض كامل يعني سأضع السلة مشى ذلك البيض يعني مشى كل شيء لذلك يقول لك لا تضعه كامل في سلة واحدة يعني عمل واحدة الخمسة هنا واحدة العشرة هنا واحدة ثلاثة هنا واحدة جوش القاب مهم وانت غادي طاحت لك ذلك السلة مهم بقاتلك السلة الأخرى فيها البيض هذا المعنى يعني الكاريتة ديال هذا الدومين هذا انه اولا لا تضع البيض في سلتين واحدة هذه متفقين عليها المصيبة والطامة الكبرى ان السلة ليست ملكك هذه هي الكاريتة يعني ذلك السلة كلهم حتى السلات اللي قد ضع فيهم البيض ماشي ديالك اللي هم مخصوم يكونوا ديالك لابس السلات اللي قد ضع فيهم البيض را ماشي ديالك يعني انت هذك الو سيرفر ماشي ديالك ها الكاريتة والبيض كامل ماشي ديالك المال انت ذكت بيع ذلك البيض وهو ماشي ديالك ما عارفتش هكو نومو لا ماشي ديالك نهار اللي غادي قطع عليك عن البيع مثلا ما يبقاش البيض ما تعرف من يجيب البيض اذا فشتبت بيض واحد خواه و السلات انقلو هم ذلك الحسابات اللي عندكم ديال بايبال و ديال سترايب اللي كتبيع بهم ها ذكرة ماشي ديالكم الفلوس ماشي ديالك في بايبال فلوسك و السلام عليكم مرة خواه